موسيقى كيان لا يرضى إلا بالقمة ولاعبين لا يرضون الخسارة وجمهور عاشق ومخلص لنادي والنتيجة كيان شامخ كالجبل ومواهب تخدم النادي للأمد وجمهور يسنت كالوتد موسيقى الفل والسعادة على كل اللي بتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الحريفة موسيقى الفل يا حبيبيت قلبي أمتي وردك النهاردة بنورة بوردك يعني بنحاول أهلا بكل جماهير النادي الآلي كل اللي بيشوفونا دلوقتي حلقة جديدة حلقة النهاردة كالعادة هنشوف فيها مع بعض موضعات مهمة ومختلفة هتطبستوا بيها أكيد إن شاء الله لكن خلونا نسخن كده ونروح نشوف معنا أخبار النهاردة في السريع أول خبر معنا النهاردة عن مرسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي قرر إنبارح إنه يدي اللعيبة راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد رجعهم للقاهرة وانتهاءهم من بطولة كاس العالم الأندية علشان يستعدوا المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي المفروض يسافروا للسودان يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله علشان يبدأوها يوم السبت 18 فبراير قدام فريق الهلال السوداني طبعا صح صح طبعا بنتمنى لهم يا ميرا كل التوفيق محتاجين البطولة دي جدا وإن شاء الله هتكون بتاعتنا السنة دي نروح بقى لتاني أخبارنا واللي لسه بنكمل به أخبار دوري أبطال أفريقيا واللي للأسف هيكون عن غياب لعبنا خالد عبد الفتاح مدافع الفريق عن المباراة الجاية في البطولة وده بعد ما خد كارت أحمر في المباراة الأخيرة بكاس العالم للأندية قدام فلامينجو البرازيلي وقال الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة إن اللعب هيتوقف في مباراة الهلال فقط وبعد كده هيرجع يشارك ويكمل البطولة عادي جدا هو صراحة يعني موقف صعب أكيد وكان قرار تعسفي جدا من حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال ضد اللاعب وصراحة إحنا شفنا مش اللعبة دي بس اللي كان فيها قرارات كان فيه قرارات كتير عليها كلام ومش صحيحة وده اللي الأهلي متعود عليه للأسف بيبقى فيه دايما ظلم تحكيمي في أوقات كتير جدا المهم خلينا نروح من خالد عبد الفتاح لعمر السلية لاعب وسط الفريق واللي كان اتعرض لإصابة في عضلة السمانة في البطولة وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن اللاعب هيستمر في برنامجه التأهيلي والتدريبي بعد الرجوع للقاهرة علشان يتخلص من الإصابة ويخضع لفحص طبي في تدريبات الفريق يوم الأربع اللي هو إن شاء الله بعد بكرة علشان يحسن موقفه هل هيقدر يلحق ويشارك في مباراة الهلال السوداني ولا لا؟ يعني بإذن الله يقدر أن هو يرجع بسلامة ويشارك في المباراة الجاية عمر السولية واحد من أهم اللاعبين في الفريق وبنتمنى له الشفاء السريع إن شاء الله يا رب نروح بها من كرة القدم ليد الرجال الأهلي اللي فازوا مباراة على فريق الجزيرة بنتيجة 39-22 في دور 16 من بطولة كاس مصر بقيادة مدرهم الفني الإسباني ديفيد ديفيز عشان نتأهل بالفوز ده للدور الثمانية ونضرب موعد جديد مع فريق هليوبلس هيكون متش قوي جداً بس إن شاء الله نقدر نفوز ونعدي منه خلصت أخبارنا تعالوا بقى نروح للجزء الثاني من فقرتنا تعليق في صورة الصورة اللي معنا النهاردة صورة رسالة من محمد شريف لاعب النادي الأهلي رسالة مؤثرة بيوجهها لكل جمهور النادي الأهلي بعد الهدف المحقق اللي ضيعوا في المباراة الأخيرة في كاس العالم للأندية قدام فريق فلامينجو البرازيلي واللي بسببها اتعرض لهجوم كبير جداً من ناس كتير محمد شريف كتب قدر الله وبشاء فعل باعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن الهدف المؤكد واللي كان ممكن إنه يتسبب فيه تعزيز الفوز أشعر بكل مشجع زعلان وربنا واحد عالم باللنا فيه وبوعيدكم بالأفضل في الفترة الجاية في كل البطولات تحية كبيرة جداً 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 لمحمد شريف مش أي لعيب لما بيغلط بيقدر يطلع ويعتذر للجمهور وإحنا بندعم محمد شريف ووثقين إنه هو الفترة الجاية إن شاء الله هيشتغل على نفسه وهيرجع لنا محمد شريف بتاع زمان إن شاء الله والله يعني الحقيقة هو موقف محترم جداً من نجم كبير زي محمد شريف إنه يطلع يقول الكلام ده وإنه هو زعلان على زعل الجماهير فعلاً هم دول العيبين النادي الأهلي اللي عارفين قيمة جماهيرهم اللي في ظهروهم دايماً ولما بينتقدهم هم بينتقدوهم علشان بس مصلحتهم لإنه في النهاية المصلحة واحدة هي إننا نكون رقم واحد دايماً وإنه كل العيب عندنا يكون أحسن واحد في مكانه ما بنقبلش أبداً إن إحنا نكون رقم اثنين وإحنا عارفين يا الشريف إنك لعيب كبير ومنتظرين نشوفك في أفريقيا وكل الدعم ليك وكلنا عارفين مين هو المخيف اللي متعود على التهديف تحية كبيرة طبعاً بعد الرسالة دي وإن شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك ودلوقتي خلصت فقرتنا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقاتنا موسيقى بجانا لكم مرة تانية وصلنا دلوقتي لفقرة المنورة موسيقى مناورتنا نهاردة الحقيقة بتهم كل كبير وصغير بتهم الأسرة المصرية بشكل خاص لأنه على الرغم من كلامنا المتكرر عن العنف الأسري وتعنيف الزوجة أو أي ست مهما كانت صفاتها إيه وعلى الرغم برضو من تغليض عقوبة الزوج لو ضرب زوجته أو عنف زوجته والتحركات اللي بتعملها كل مؤسسات الدولة المعنية بحال الأسرة والمرأة المصرية للأسف لسه بنسمع قصص وحكايات بائسة ملهاش نهاية عن العنف اللي بيتم ممارسته تجاه الزوجة يعني في مليون ست حوالي في حوالي تمانية مليون ست مصرية بتتعرض للعنف وستة وتمانين في المية من الزوجات بيتعرضوا للضرب وده بحسب آخر إحصائيات للمجلس القومي للمرأة وهو تصرف ما بقاش متعلق الحياة بمستوى تعليمي أو ثقافي أو اجتماعي لا العنف للأسف بقى أسلوب حياة في مختلف الطبقات ويمكن ده برضو ما كانش مبرر للضرب بس كنا بنعتبره مجرد سبب لكنها دلوقتي عايزة أفهم ليه الناس بقت بتتعامل بالشكل ده ليه العنف بقى الوسيلة الأولى اللي بيلجأوا لها وكأنه أسهل حاجة أنه الواحد يمد إيده على واحدة خلينا نقول أنه العنف موجود سواء على ستة أو راجل بس إحنا نهارده بنتكلم بالأخص على ستة يعني كمان يا أميرة بقينا نشوف وانتي ماشي في الشيرة أي حد يقول لتاني كلمتين بتنقل الموضوع ده مد إيده وده مد إيده على التاني دي حقيقة ظاهرة بقت صعبة جدا وعايزة أقولك بقى تخيالي أن التمانية مليون ست اللي بيتعرضوا العنف دول هم بس اللي خدوا رد فعل وقدموا محضر فإحنا عرفنا نحصد العدد ده أنه هم تمانية مليون لكن في ستات كتير يا جماعة عايشة حوالينا بيسكتوا عن حقهم محدش عارف هم بيعيشوا إيه في بيوتهم بسبب بقى خوفهم من حاجات كتير قوي اللي خايفة من جوزها اللي خايفة من الطلاق أو من نظرة المجتمع كلكيع كتير قوي سببها تقاليد ومعتقدات في دماغنا من أيام جدي وجدك زي مثلا الأمثلة اللي أعتقد دمرت حياتنا كلنا ضرب الحبيب زي أكل الزبيب أو ضل راجل ولا ضل حيطة أو استوري على نفسك وعلى بيتك يعني بجد أمثلة تودي في ستين ده يا لا يا جماعة ضرب الحبيب ده إهانة ما فيش حد بيحب حد يرضى عليه الإهانة والعنف بكل أشكاله غير مقبول تجاه الزوجة أو الأطفال أو حتى الإخوات أو أي حد إطلاقا وده شيء خلاص مفروض أنه هو متفق عليه مش محتاجين نوعب نتكلم فيه ونقول ليه لكن وإحنا دلوقتي بنتكلم في حل وعايزين نلاقي حل إزاي نحمي نفسنا من العنف ده وأننا نغير المفاهيم المغلوطة عند الناس جوزك مد إيده عليكي يعني مش عايزة يعني أقول كل ما واشا يعني ما تسكتيش في حاجة اسمها قانون يجيب لك حقك لا دين ولا قانون ولا أي حاجة تسمح له أن يمد إيده عليك وليقول غير كده فهو ضد الطبيعي فيه طبعا ستات أنا أسمع عن ستات اللي مد إيده تقولك مد إيدك أنت كمان يعني يدرب بغض النظر أن كل بنت لازم تاخد كورس الدفاع عن النفس عشان تدافع عن نفسها والكلام ده كله لكن إحنا لو اعتمدنا خلينا نقول على الطريقة دي أن كل واحد ياخد حقه بإيده هنبقى عايشين في غيبه بظهر ومش هنخلص فالقانون هو ملجأنا لقدر الله في موقف زي ده هو اللي هيحفظ لك حقك لو أنت بدرتي برد فعل إيجابي أول ما تتعرضي للعنف لكن خلينا أقولك برضو أنه بالرغم من التحفظات الكثيرة اللي عندنا في عادتنا ومعتقداتنا اللي بينقل هلنا الأهل بيبقى عندهم حق قوات لما أهلك يقولوا لما سيجي تتجوزي اختاري اللي عنده أصل اختاري اللي بيفهم في الأصول وصاحب الأخلاق عشان كده أنا بشوف أنه التساهل سواء في تسرع البنت في اختيار شريك حياتها أو تساهل الأهالي في قرار كثير بياخدوها ولادهم هو من أسباب الطلاق دلوقتي يعني أعرف كلمة بتاعت الأم كده اللي هي عززي نفسك بالضبط بصي يعني حقيقة كل اللي انت بتقوليه والطلاق بقى دلوقتي على أهون الأسباب يعني أغرب سبب سمعته مثلا للطلاق لما الزوج هو اللي بيطرق مراته علشان هي اللي ضربته يعني برضو ما احنا نقول اللي لنا واللي علينا يعني يعني الآية ألبت وعلى رغم أننا طبعا رجالة كتير أكيد مش بتعلن ده واستحالة يعلن ده بس في دراسات وأبحاث كتير للأسف أكدت أنها موجودة وبقوة في مصر وأن الستة المصرية هي الأولى عالميا في ضرب الزوج ودي غالبا يعني ست سمعت نصيحة كانت وفي تاخد كرسي الدفاع عن النفس يعني وقررت تاخد حقها بإيدها أنا مش عارفة دلوقتي بصراحة يعني نلوم الرجالة ولا نلوم السيتات يعني خلاص ما ما بقيناش عارفين نتعامل مع بعض ونتفاهم غير بالإهانة والضرب ليه يعني ليه ما نقدرش نحترم بعضنا عشان شكلنا قدام نفسينا حتى قدام أهلنا قدام أولادنا الناس اللي حوالينا يعني لازم نلاقي حل يا جماعة يعني الدراع مش هو الحل بصي علشان ما تقوليش حد خلنا أستحسي أنا بقول أنا ما بقولش يا ستات تضربوا جوازاتكو ولا تضربوا حد بس أنا بقول أنه أنا لازم أدافع عن نفسي حقيقي يعني أنا ما ينفعش قاعدة تضرب وقت في كورنر برضو ما هو لا أدافع عن نفسي طبعا أدافع عن نفسي ده أساسي أدافع عن نفسي بس فكرة ضرب في ضرب دي ما تعرفيش هتوصل لفين لأنه ممكن هو أكيد أغبة منك يعني أكيد اللي قدامك ده كراجل أكيد فيه قوة فيه فرق فأنا ممكن أتغابه بحركة فيتغابه هو أفضل طموت أنا خليني على قدي يعني صح هو العنف عمره ما كان طريقة لحل كل المشكلة أصلا حتى مع الأطفال بنقول ده العنف بيقضي على خيط الصلح والحب والود وعشان كده نقاشنا النهاردة لأي أب وأم أي زوج وزوجة لسه بيبدأوا حياتهم وحتى أي طفل بيسمعنا ياريت نحكم عقلنا ياريت نحكم ضمرنا ونفكر مئة مرة قبل ما إيدك تتمدى على حد بغير وجه حق وأتمنى السلام والحب والود دايما يبقى ماني بيوتنا جميعا فعشان نعرف الحل دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نشوف الحل إيه استنون رجعنا لكم مرة تانية وصلنا دلوقتي لفقرة ستوديو الحريف بنكمل محضراتكم موضوع منورتنا علشان نعرف الحل في العنف الأسري وموضوع محتاج مقدمات وكلام كتير لأنه فيه إحصائيات وأرقام لما بنسمعها بنتصدم ونقول معقول كل دول بيتعرضوا للعنف العنف الأسري بأشكاله المختلفة اللي بيتعرض له ملايين من السيدات والأطفال وكمان الرجالة عشان كده مشرفنا في الحريفة الاستشاري النفسي دكتور وليد هندي برحب حضرتك أهلا بيك رسولة أميرة رسولة هندي حريفة الأعلام الرياضي الله يخلي حضرتك يا دكتور عايزين نبتدي بما هي أسباب العنف الأسري؟ هو أسباب العنف الأسري الناس فاكرها لها الأسباب الظاهرة إن واحد ضرب مراته بسبب إن هي تأخرت على عمل الأكل أو ما عملتش الأكل أو الأكل طلع محروق أو قاعدة بتلعب على الموبايل هو قاعد بيتكلم أو يبقى فيه خلاف حوالي تربية الأولاد ده السلوك الظاهري السلوك الظاهري ده يبقى هو العام المفجر للعنف مش هو شكل العنف أو سببه الرئيسي سبب الرئيسي للعنف إن هو بيتربى في البناء النفسي عند الإنسان من هو طفل صغير صحيح بالتنشاء الاجتماعية إن الأب والأم بيضربوه بينكلوا بيه بينعطوه ببعض الألفاظ الغير مستحبة أو غير مرغوبة فيه عنف جوه البيت من الأب والأم فبيطلع بناءه النفسي متشبه بالعنف وعنده الصورة النموذاجية للتعامل مع الزوجة هو العنف فلما بيجي يكبر بيعمل بما يسمى بإعادة إنتاج السلوك يعني اللي تربى هو عليه بيرجع يعمله تانية مع مراته مرة تانية ده بيبقى سبب رئيسي عنده بلص إن هو حتى في المدرسة لما بيمارس سلوك عنف أو يمارس عليه عنف والأب والأم ما يتعاملوش معاه بصورة تربوية ويزود العنف عليه عنف بمعنى إيه؟ لما يجي ابني من المدرسة مضروب الأم أول حاجة بتعملها دلوقتي على جروب المامز تمسك المدرس أو المشرف أو قدرت من المدرسة وتسلوخه على الجروب فهينها عملت العنف مقابل عنف ما الجدش العنف اللي اتمرس على ابنها فبالتالي بيطلع عنده إن سلوك العنف هو الأساس هو اللي بيتقدم فيه التعامل معه الآخر لما بنشوف الولد بيشوف إحنا بنعمل العمالة إزاي كان بواب عمارة أو سواء أو حتى وإحنا ماشيين في الشارع بنعمل سوئين المكروبسات أو بعض الفئات اللي موجودة في الشارع إزاي فبالتالي بيتغز هو كمان بسلوك العنف مش هنتكلم بقى عن الألعاب الألعاب السوشيال ميديا اللي احنا سايبين ولدنا دلوقتي احنا مش بنا نربيهم للأسف الشديد لأولاد بتنمو يعني بنوفر له أنا تابلت وبنوفر له مدارس لغات وعربية إنما أنا قاعد متابع السلوكيات اللي عنده لا سايب التابلت هو اللي يربي سايب ألعاب الفيديو جيم هي اللي تربي فبالتالي بيختزل العصابية اللي جواها حتى أطفال كتير دلوقتي بقى عندها بعض المتلازمات السلوكية اللي بتعبر عن العنف حركات عينيها وإيديها ورجليها فالحاجات دي كلها مختزل خبرة العنف من ألعاب الفيديو جيم أو الألعاب اللي بيشوفها فبيطلع برضو بناءه النفسي مشبع بالعنف بلص إنه هو ممكن الشخصية البرسنة النمط الشخصية بتاعه يبقى عنيف يعني أنا إيه لي خاليني أنا بضرب مراتي واللي جنبي ما بضربش أنا نمط الشخصية عندي قد يكون عدواني طبيعتي عدواني لأقدم الحلول المنطقية ما عنديش قدر من المرونة الزهنية وبالتالي بيتقدم عندي سلوك العنف قبل أي اختيار آخر أو بنشوف بعض الرجالة النرجسية محب لذاته يعني عاوز يقعد الزوجة والأولاد مخدماتية تحت منه تعمله الأكل والشرب وتعدله المخدة وتعمله مساج وتغير التلفزيون على القناة اللي هو عاوزها وتشغل درجة التكييف حسب راحته هو درجة الإضاءة في القوضة زي ما هو عاوز هو نرجسي هو أناني فالنرجسي والأناني ده البرسنة والبتاعه بيكون أكتر الشخصيات المهيئة لممارسة العنف زي وزي الإنسان العدواني أو السايكوباتي اللي دايما يعني يتمتع أنه يخترق القوانين والأعراف ويدهس العادات والتقاليد وبناعنا عليها مش بيحافظ على بنت الناس اللي جاي لهم من بيت محترم فبينكل بيها بلص إنه عندنا شخصيات سادية بطبعها يعني فيه راجل بطبعه يستمتع والزوجة بتقاصي كل ألوان الألم والعذاب حتى لو معنوي أو نفسي مش شرط العنف يكون مدي يعني ممكن ينكل بيها ممكن ياخد مرتبها اللي بتشتغل بيه ممكن يمنعها عن أهلها ممكن ما يدهاش هو الشرعية دكتور بعد إذنك اللي احنا عايزين نتكلم فيه احنا عايزين نتكلم على أنواع العنف وهنعتبر كمان أن التلاعب النفسي يعني هو العنف مش عنف جسدي بس صحيح التلاعب النفسي والابتزاز العاطفي يعتبر من أسوأ أنواع العنف من أسوأ أشكال العنف وأحقارها التلاعب النفسي والإذاء العاطفي والتنكيل المعنوي والحط من الشأن والتهميش والسخرية والاستهزاء وإثارة الشائعات حوالين الزوجة هي اللي مسترجلة هي اللي مش عارفة تعامل معاها هي اللي إنسانة عنيدة الرطرطة في الكلام هنا هوت اللي أنا أعريها نفسياً قدام أهلها والأصدقاء والمجتمع المحيط ده أسوأ أنواع العنف وأشدهم ابتزال واحتقار من الرجل ضد المرأة يعني كان عندنا مثل في مصر زمان يقولك اللي يقول لمراته يا هانم الناس تشيلها من على السلالم صحيح عزز مراتك أنا أول هارفه فعلاً تقريباً ما سمعناش حد بيقول لمراته إنه ما تشكده معرفناه تقتقبلت المثل بقى واللي يقول لمراته يا عورة الناس تلعب بيها الكورة يعني إيه يعني تبقلبانة في ألسنت الناس ده يتناولها وده يزدريها وده يحقر من شأنها وما تلاقيش حظ واجتماعية عند أهله وعند إخواته وعند أمه في التعامل لأنه هو اللي بيخلي الناس تلعب بيها الكورة لأ خليك حريفة بقى لازم تعرف المثل يمكن فضل مخرجنا بيقول إنه قال كلمة حلوة قوي إنه كرامة الزوجة من كرامة زوجها طبعا ده الرجل الصح الرجل الصح اللي متربي صح ابن الأصول اللي طلع من بيت أصلي بمعارف ده دكتور إحنا دلوقتي يمكن قلنا شوية أسباب ما هي الحلول أنا دلوقتي لو بتعرض لأي نوع من أنواع العنف الجسدي النفسي المعنوي والابتزاز إزاي يقدر أخرج من ده سليمة زي ما بيقول بص حضرتك المثل في مصر بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه على ما تعوديه دع فينه طبعا يعني خليناك فينه نقدر عليه إنه خلاص هو أترب يعني هرب من تحت قدنا إنما نقدر نعوده على ده على ثقافة الإحترام نقدر نعوده على لغة الحوار نقدر بقدر الإمكان نقعد إحنا اللي اتنين حتى ممكن قبل الجواز أو وسط الجواز ونبدأ نعمل كونتراكت أو عقد اجتماعي فيها بيننا إيه المواقف اللي ممكن تصيرها العصبية وتخلي الواحد يتنرفز ونعرف إيه هي تحت مظلة الإحترام يعني لازم يبقى فيه إحترام موجود لازم تفهمي جوزك كل واحدة بتسمعنا إن الإحترام أبقى من الحب الحب ده ممكن ما تلاشى الحب ده رصيد إنساني متحرك قبل الزيادة والنقصان إنما الإحترام ده عصب العلاقة اللي بيخلي علاقة أسرية تستمر اللي احترام مش الحب فالاحترام ده أساس وبناءنا عليه هم الاتنين يتوافقوا ويتفقوا ويتعاهدوا فينا بينهم إن أي موقف ينال من الآخر ومن احترام الآخر نبعد بيد عنه ده مهم ونتفق برضو على استراتيجية لحل الصراع إن حتى لو حصل موقف معين هي القصة مش فرد قوة ولا فرد سيطرة ملي سيطر على مين لا القصة اللي احنا عاوزين نمشي البيت ونمشي العلاقة بتاعتنا وبناءنا عليه أي موقف إشكالي فيه نوع من الاختلاف نحطه موضع إحوار وموضع كلام وموضع مناقشة وموضع حلول وبقول الزوجة بالذات ما تزنش على الزوج يعني مش من أول ما يجي من برة تستلمين في الكلام لا انتقي الوقت الأمسل للكلام في موقف الخلاف ومش شرطة قبل لازم حصل موقف دلوقتي يبقى نحل دلوقت نسيبه يبرد شوية نسيبه يبرد ودائما بس على فكرة برضو أوقات الزوج هو اللي بيزنه أو أوقات الزوج هو اللي المشكلة دلوقتي هنتكلم دلوقتي دلوقتي المشاكل بين الستات والرجالة ما بقتش زي زمان معروف الستة هي اللي زنانة والستة هي اللي نكادية كمان بقى فيه العكس ويمكن زي ما أميرك بتقول أنه الدراسات بتقول أنه فيه ستات هي اللي بتضرب بص حضرتك المرأة المصرية هي الأولى في العالم في ضرب الأزواج يا جماعة أنا بقى أنا هموت أنا مش قادرة أصدق الصراحة من المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية من الدولة المصرية ستة كل حبيبتنا ما نقصت الستات ستة المصرية أنا عايز أتكلم في حاجة بسا دكتور حضرتك كلمت فيها حضرتك بتقول جوزك على ما تعويديه وابنك على ما تربي فيه برضو رجالة هي بطبعها مش هتقدر تغيرها لأن دي زي ما حضرتك قلت طفولتها كانت فيها مشاكل تربت على العنف أنا إزاي أنا أقدر أغير شخص ده ده طب ما إحنا نمسك بقى من الأول كده الاختيار ياريت يكون مظبوط إحنا دلوقتي بنشوف معظم البنات بتميل جدا على الشخص التوكسك ويمكن فيه يعني مش عايزة تطرق للدراما فيه شوية مسلسلات تتطرق للشخصية التوكسك وتلاقي البنات كلها هتموت عليها إيه سر انجزاب البنات والجيل لشخص التوكسك بص حضرتك نمط الشخصية بتاع كل إنسان هو اللي بيحدد اختياراته في الحياة عندنا بعض البنات أو الفتيات عندها بما يسمى بعودة ستيكهولم إيه عودة ستيكهولم دي إن الإنسان بيتوحد مع اللي بينكل بيه وبتلاقي الضحية دي هاي اللي بتسوق له مبرات بتاعته هاي اللي تعمل له تسويق ليها مش محتاج يدفع عن نفسه الشخصية اللي هي عندها ستيكهولم دي أو عودة ستيكهولم دي من أكتر الشخصيات اللي تنجزب للرجل اللي هو التوكسك أو العلاقات السمة أو بعض الشخصيات المازوخية اللي عندها متعة في تعذيب الزاد فبالتالي يرميها في الحيطة تردوله تاني هي مستمتعب ده شفت الكلام ده طيب ده فعلا ده موجود أو بعض الأماط اللي تربت في بيئة فيها تعذيب وفيها إهانة وفيها تنكيل فمعتقد أن ده نموذج المثالي بالنسبة للرجل فما بتصدق أن هي تلاقيه ولكن لما بتنزل على أرض الواقع بالمناسبة وتعاني الأمرين منه وتلاقيها علاقة سمة مستنفذة منتهكة مستغلة ومستغلة للشخصيات اللي قدام منها بيجي عليها وقت بتقوله اعطيني حرياتي أطلق يدي إنني أعطيته ما استبقيته شيئا آه من قيدك أدمى معصامي دي ما أبقيه وما أبقى عليه الدكتور كمان خليني أضيف على كلام حضرتك حاجة يمكن شفتها في بنات كتير إنه في بنات كتير بتحب تويد قصة بابا ومامتها لو الأب والأم كانت علاقتهم حد فيهم هو المسيطر أكتر هو المؤذي أكتر لو خلينا نقول الأب هو اللي كان مؤذي فهي بتدور بدون وعي منها على حد نسخة أبوها في الأزا ولو الأم كانت المؤذية فهي بتحاول تخش في علاقات تبقى هي اللي مؤذية فيها إزاي لو أنا واحدة من الناس دي إزاي قدر أتخلص من ده بصي حضرتك غالبا لما بتطلع هي عند أب مؤذية أو أم مؤذية يقيمة بتتوحد معهم في السلوك فبتطلع بتعمل إنتاج السلوك هو هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أو بيجي لها بما يسمى بالجاموفوبيا أو الخوف من الجواز أو رفض الجواز وبالتالي لما تيجي تتجوز هي اللي بتفتعل المشاكل لأن هي رفضة من جواها في بناءها النفسي في شكل الجواز بشكله التقليدي أو المعتاد وبناء عليه إحنا دايما بنقول أن التجارب الإنسانية متفردة يعني حاولي تصنع قصة حياتك وتكتب السيناريو بتاع حياتك بالمتراضفات اللي أنت عاوزها بالشكل اللي أنت عاوزها أسمي فصول حياتك زي ما أنت عاوزها يعني دايما نقول لأي حد بيسمعنا أنت يوسف أحلامك أنت اللي بتفسر وأنت اللي بتبشر وأنت اللي بتغزي الخيوط العلاقة فشوف أنت عاوز شكلها إزاي بصورة نموذجية بقدر الإمكان تحرر من أعباء الماضي وخلينا نتقق أنه كلنا تربنا بالمحاولة والخطأ فدايما بقول الإنسان بيتربى مرتين في حياته مرة من قبل الوالدين بيكتهدوا أنه هم يربوا ومرة لما بيبقى ناضج فبيشتغل على نفسه يهزب سلوكياته يطور من قلياته يحاول بقدر الإمكان يتخلص من بعض أثار الماضي يحاول أنه يدي نفسه صبغات اجتماعية جديدة ومستحبة ومستحصنة تجمل من شكله ومن أداءه الاجتماعي فأنا دايما بقول إحنا المفروض كنا زمان لما بنيجي نتجوز بقى بالنسبة للاختيار بقول لأي حد مش المعيار أن بنتي تطلع من البيت وتتجوز وتتسطر لا المعيار أن هي لما تطلع ما ترجع ليش تاني مش ترجع لي تاني إزاي بحصن الاختيار دكتور حضرتك ونت بتتكلم كنت بتقول الحب ممكن يروح وكذا ممكن يكمل عايزة حضرتك تقول للناس ما هو التعريف الصحيح للحب في علم النفس بشكل علمي إيه هو الحب؟ بص حضرتك الحب ده بيكون مجموعة من مشاعر التجاذب بين طرفي العلاقة وبين الرجل وبين الست وانس إن بيحصل دقة القلب الغريبة اللي هي يعني مش أي حد بيخبط على بابنا بنفتح له لما بتحس بالدقة دي لما تحس إنك مهتمية ومعتنية وممتنة وسعيدة بحضور الآخر ده بيبقى هو ده الحب ولكن ده مش هو ده المقياس للسمرار العلاقة الحب أساس طبعا الحب أساس ويمكن حتى إليه أبو ماضي وده أحد شعراء المهجر قال إن نفسا لم تشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله فالحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي زي أنا بيقول محمد فؤاد ده اللي بيملك مقومات الاستمرارية وبناءا عليه لازم يشوبوا الاحترام يشوبوا بعض التقارب الفكري والزهني والمعطيات المجتمعية من الآخر يعني عاوزة عمارة بيتك اختاري لشبهك اختاري لشبهك طيب حلو عايزين ننصح الناس وهي بتختار كده إيه العلامات اللي ممكن لما يشوفها في الشخص ده أقول لا الشخص ده هيطاي ناشتي الشخص ده عنده عنف حاجات كده الناس تستفيد بيها سواء ستة أو راجل عليك فيه أمور أنا كابنت لازم تبقى عناية حلوة وأنا بختار عناية حلوة مش قادر أو زرق نعم عناية حوالي راكب لانزز ومختارش واحد أمور يعني عناية حلوة شايف اللقطة إزاي يعني لما تيجي الإحصايات في مصر تقولك إن 28% من حالات الطلاق في مصر نتيجة إن الزوج ابن أمه مش ابن أمه يعني بر بيها ابن أمه يعني بيقتمر بأوامرها بينتهي بنواهيها قاعد بيسمع كلامها وخلاص هو اللي هي اللي بتختاره اللبس تربية الأولاد مدارسهم المصائف نوع الأكل السكن كأني متجوزة مامتو بقت متجوزة مامتو يبقى أنا أخل بالي من وشك يبقى يا داغل بالي من أول قاعدة يا دكتور مش معقولة الأمثلة اللي بتقولها خطيرة خطيرة صحيح أشوف المفاتيح في إيد مين في القاعدة من ساعة ما جاي تقدم مين اللي بتتكلم أمه ولا الأب هي اللي بتقولها دخلت ابني مدارس أنا علمته وأنا ربيته وأنا خليته لو هي اللي بتتكلمه بس يبقى مفاتيح عندها يبقى تتكر خلي بالي من الأول يبقى أبعد عن ابن أمه أبعد عن الكذاب لأن الكتب ده لا يستقيم معاه أي علاقة أسرية الكتب مفتاح كل الشرور والخيانة الزوجية والضحك عليها وشغل الثلاث وراءات هيعايشها في نار بعد بتلف حول نفسها ما تبقى لها من العمر نبعد عن الإيدكت أو عن المتعاطي والمدمن وده عملية خطيرة جدا لازم يخلي بالي من سلوكيات وهل هي سلوكيات إدمانية ولا لا نبعد عن علش دكتور نقف عند موضوع الإدمان ده علشان بس مؤخرا للأسف بقيت بشوف ناس بتقول أنه الإدمان بس هو المخدرات وأنه لو هو مدمن كحليات أو مدمن الإدمان خلينا نقول أنه الإدمان الإدمان مفهوم الأوسع أيا كان يطلع مخدرات يطلع حشيش يطلع طوابع يطلع بنجو يطلع كل المخدرات الرقامية والموسيقية اللي موجودة دلوقتي يطلع مدمن أمار بيلعب أمار الأمار ده برضو إدمان ده مؤشر لعدم سواء الشخصية لأنه هيترتب عليه بقى مشاكل جمع جدا هيترتب عليه العنف وحيدرابك هيترتب عليه الخيانة الزوجية هيترتب عليه العجز الجنسي هيترتب عليه الفضيحة والتجريس الاجتماعي لأنه ممكن يقف في أي موقف قانوني غير مرغوب هيترتب عليه أنه حيفلس اقتصاديا هيترتب عليه أنه حيستدين وممكن يبيع عفش بيتك وشبكتك ويضحك عليك ويقولك هيعمل مشروع الأطفال هيتدمروا كمان مستش مستقبل اللي مقالوش كبير يعني اللي يجي يقولك خد يبالك بقى أنا مقالوش كبير محاش تعرف يعمل معايا حاجة وما لما أحب أكلم شعب مصر كلمني ده كلام يعني يعني يقولك أنا مقالوش كبير لأ ده نخاف منه لازم يبقى ليه مرجعية لازم يبقى فيه حد بيحترمه بحيث لو اختلفنا احنا معاه يبقى فيه كبير حاكم عادل آمر ناهي يعرف يحطوا الأمور في نصابها فنبعد برضو عنه اللي بيقولك إنه ملوش كبير ونبعد في صفة عامة عنه اللي مش شبهنا بمعنى إيه يعني مثلا أنا عندي بنتي متحررة شوية ويمكن يجي لأواحد خريج أظهر حرفضه ليه حرفضه لأنه متدين إنه ملتزر حتتعبه هي حتتعبه وهو حيتعبها لازم يبقى فيه إلى حد موفق طبعا فيه توافق حتى في المزاج النفسي لأنه ده الست بتعاني منه الأمرين يعني يدخل يلاقيها مثلا حتى كاندل ومشغالها فيروز يعضي التريق عليها يعضي ينكل بيها يتريق لأنه واحد يصنع مهرجنا ده العنف هيشتغل لدخل التريق آه طبعا يعني ناخد اللي شبهنا بقدر الإمكان حتى في المزاج النفسي ودايما نشوف أراءه حوالينا المرأة حوالينا القضايا الكبيرة نحن كنا زمان بنقوله إيه لما نيجي نختار أنا أسفى من غير قطعي كلام حضرتك الواقع بيقول دقة القلب اللي حضرتك قلت عليها دي هي القلب ده ما عندهش مخ يعني المخ حاجة العقل حاجة والقلب حاجة الحضرتك بتقوله ده لما يجي اختار بعقلي قعد أشوف الحضرتك بتقوله افرد أنا حبيت واحد منها يلبس تين نيلة في كل الصفات السيئة يبقى أبقى وقعية وأشوف هيستمر بيها علاقة أسرية ولا لا ولا صيامة إن مواطن الخلاف والعصبية والضرب كنا زمان بنرجحها الأسباب دلوقتي يبقى لها أسباب تانية بمعنى أنا لو أنا متفق مثلا مع مراتي والمعايير بينا حوالين السوشيال ميديا تعاملات السوشيال ميديا هتحطي صورتك ولا ما تحطيش أنا بشوف ناس بتطلق بسبب واحدة عمل لها لايك ويا ما لقاش علاقة بيه ما تعرفوش أو أحد علق تعليق ويقول لها فلازم يبقى فيه توافق في البداية هل إحنا متفقين على علاقات السوشيال ميديا هل إحنا متفقين على علاقات العمل لأنه ممكن تكون ممتدة بعد العمل وزميل العمل يكلم مراتي وأنا في البيت وده وارد أنا شايف ده متفقين على بعض المعايير اللي دلوقتي بقت فريضة موجودة في مجتمعنا على كل واحد فينا فنتوافق حوالين منها علشان نبقوا شبه بعض في علاقات السوشيال ميديا في عمل الزوجة في راتب الزوجة في درستها العليا في سفارها للخارج دي كلها أمور مهمة قوي لو إحنا نتفقنا على الأسيات أكيد هنقفل باب كبير من أبواب الصراع والخلافات الزوجية وبالتالي هنقفل باب أكبر من أبواب العمل إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا في الحريفة وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة إن شاء الله دائما الحريفة كده إن شاء الله يدفت شكرك خلصت فقرتنا للأسف ويعني يا رب يهدي سر كل البيوت ويهدي الرجالة ويهدي الستات ونبطل خناه مع بعض الدنيا إحنا الدنيا بتخلص استنونا بعد الفاصل نرجع نكمل حلقات ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكو دلوقتي لفقرة الستات بتلعبع صح الست اللي لعبتها صح النهاردة معانا من نوع خاص جدا من وسط الألاف اللي شاركوا في معرض الكتاب قدرت تخطف الأنظار بست كتب مختلفة عن الرياضة وكرة القدم تلاتة منهم بيتكلموا بس عن أسرار الأهلي وكواليسه وإصدارها الأخير كمان كان كتاب باسم كيف غيرت كرة القدم حياة البشر والجواء قصص وحكايات ملهمة لينا وليها هي كمان النهاردة ومعانا ومن ورانا الكاتبة الصحفية بسمة صبحي أهلا بيك بسمة أهلا من حضرتك من ورانا برسيدة نوري عايزة أعرف منك كده يعني تقولي لي بداية كتابة الرياضية اللي انت بتديتيها كانت ازاي هي تقريبا كانت في أواخر 2009 كانت بكتب بوست عادي على الفيسبوك على جروب لمجلة كلمتنا فعجبهم قوي فبعتوا لي قالوا لي ما تيجي تنضمي لينا في القسم الرياضي فقلت لهم اوكي أنا ساعتها ما كنتش عارف ان انا يعني بعرف اكتب كويس او كده بس انا طول عمري كان نفسي اشتغل حاجة لي علاقة بالرياضة او بالكورة انت اهلوية طبعا 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 اضح كتاباتك كلها عن الاهل اكيد بس انت قبل ما تكتبي كنت بتتبعي الكورة وكنت من محبي الكورة اه من وانا سوايرا وانا بحب الكورة والنادي الاهلي اللي حبيبني فيها بصراحة اه وبعدك يا بس من وانا صغيرة وانا يعني نفسي اشتغل حاجة لي علاقة بالكورة بس ما كنتش عارفة هي ايه لغاية لما جات فرصة الكتابة حلوة او انت صاحبة لقب اول مصرية تكتب فيه كرة القادم احساسك كان ايه لما خدت اللقب ده ومين اللي اطلق عليك اللقب ده اه هو انا لما عملت كتاب محطات رياضية اه رحت لدكتور خالد توحيد الله يرحمه عشان يكتب لي المقدمة بتاعته فبعد ما اراه كده قال لي ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي وفعلا وافق يكتب لي المقدمة وكتب لي فيها ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي وكتب لي كمان مقدمة كتاب ري منتدى وكتاب حكايات اهلوية يعني انت الاهلي يعني استاذ خالد توحيد كان رئيس سابق لقناة النادي الاهلي فانت النادي الاهلي ملمس معك في كل حاجة يعني من كل حاجة من تشجيعك من كتاباتك وكمان استاذ خالد طيب اختياراتك للكتب مختلفة يعني ملفتة النظر سر الاهلي واجبات خفيفة الاختراض دي بتجبيها منين يعني منين بتختاري ايه الهامت لها يعني تقلي بتيجي الوحدة كده بس سر الاهلي تحديدا يعني كنت كتبها عشان يعني حتى السؤال اللي هو تحت اسم كتاب اسمه لماذا يفوز الاهلي دائما يعني الناس دايما بتستغرب انه الاهلي دايما بيكسب وانه المشجع الاهلي ما بيقبلوش اصلا غير بالفوز فكنت حابة اكشف السر دا عن طريق اكشف لنا السر طيب قولنا اي حاجة عن الكتاب هو السر طبعا في روح الفن الله الحامرة يعني يعني هي تبقى موجودة كل جوا كل واحد اهلاوي يعني مدرب بقى لاعب مشجع كله يعني اه كتابه بتاع في صر الأهلي اه اه في فجبت نمازج تقريبا من اغلب الالعاب يعني لعيبة كورة الصابقين وكده ولعيبة سلة ويد استنادي بوردو كليك كتاب حبيبتي كورة القدم اه حبيبتي كورة القدم بوردو عن الاهلي تحديدا لا، ذلك عن الكورة بشكل عام، جاءت لي فكرته لما كان عندي كورونا، وكنت تعبانة جداً، ولكن كانت الكورة والنادي الأهلي يساعدوني على أن أنا أكويسة وأتحسن، فحبت أشرح للناس في الكتاب، كيف يمكن أن تغير حياة الناس للأفضل بأشكال مختلفة، بشكل مباشر أو غير مباشر. ممكن تقول لنا هايلايتس، نحن نحرق الكتاب، يعني شونا نسترق الكتاب، يعني برضا حنا في القناة النادي الأهلي، قلنا شوية هايلايتس من جوة كتاب حبيبتي كرة القدم، أهم كده الحاجات الجوة؟ يعني مثلاً فيه قصص مع الاستيقاظ على نجامات كرة القدم، الاستيقاظ من الغيبوبة على نجامات كرة القدم، بسنا، أنا ودني دي مش بسمع بها كويس، أنا أسفق، والإركز في الودني دي، عايزة أتعلي صوتك إشان أنا أكسايتد قوي أسفق، ودني بايضة، وليل، كميل، فهي بتحكي قصص عن ناس فاقوا من الغيبوبة بسبب الكرة، إيه ده؟ طب ثانية واحدة، دي قصص حقيقية؟ أه، دي قصص حقيقية حصلت، طب يعني أنت قدرين، فاقوا من الغيبوبة بسبب الكرة؟ أه، ده أنا أحضر، بعد الشرح، أحضر، بعد الشرح، فيه ولد صغير بولندي اسمه ديفين، كان عنده عشر سنين، عمل حادثة بالعجلة بتاعته، ودخل في غيبوبة فترة طويلة، فالأطباء، يعني حاولوا يخرجوا من الغيبوبة بطرق طبية أو تقليدية، بس برضو ما قدرواش يعملوا كده، ففيه دكتور اقترح عليهم أن هم يعني يشتغلوا على الجانب النفس شوية، فقالوا لأهله أن هم يتلموا، ويحطوا له السماعات في ودنه، لما يكون فيه ماتشاط لريال مدريد أو البرتغال، لأنه هو يحب كريستيانو رونالدو، فساعتها كان كريستيانو لسه في الريال، ففعلا قعد ثلاث أسابيع، وأول ما كريستيانو جاء بجون مع منتخب البرتغال في مرمى السويد، والمعلق بدأ يهيسه كده، ويقول اسم كريستيانو، فالولد فعلا، تحذر، وبعدها فترة كريستيانو لما سمع حكايته كده، دعاه هو وأهله أن هم يحضروا ماتش، وسلم عليه وتصور معاه، طب بسمع أنا يعني بصي قمشة الكتابة كبيرة قوي، ودايما اللي بيكتب بيبقى عايز يحتفظ بالقمشة دي علشان ما يوقفش ما يعطلش، إيه سبب اختيارك أن انت تكتبي في الرياضة بس؟ أنا بحبها، بحبها قوي، عايزة أسألك، أنا مش عارفة دراستك أصلا كانت إيه؟ أنا خليجة كلت حقوق، حقوق؟ اه، أوكي، أنا أكتب كتاب سابع، هو مش رياضة، هو عن الكنيشة المعلقة، وعن المجمع الأديان، في كتاب تاريخي، أنا أحب أكتب في كل حاجة، بس أنا رياضة أجل، نعم، في كتابك الأخير أنت كنت كتب حاجة عن نجيب محفوظ، أحكي لنا عندي، هو نجيب محفوظ، وهو صغير في الابتدائية، يعني راح عند صديق الأخو، وكان صديقه ده قدامه ملعب، قدام البيت ملعب أو حاجة زي كده، فساعتها تفرجوا على مطش ما بين فريق مصري وفريق إنجليزي، كان ساعتها الاحتلال الإنجليزي وكده، فالفريق المصري يكسب الفريق الإنجليزي، ساعتها نجيب محفوظ، أتفاجئ أنه، يعني ممكن نكسب الإنجليز في حاجة، حتى لو كانت كورة، وعجبه جداً فكرة اللعبة، وعجبه حسين حجازي، ولما روح، قرر أن هو حيبقى لعيب كورة، وقال لي بابا يجيب له كورة، وفعلاً، بدأ يتدرب هو مع نفسه في البيت، وفعلاً، بقى يلعب كورة كويسة، وعمل فريق اسمه قلب الأسد، في العباسية، وبقوا يلعبه وكده، أنا عندي فضول، بس أعرف الحكاوي الصغيرة دي، تجيبها من أين؟ بتحضر كيف؟ 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 أنا أيضاً، أحب القراءة قوي، فأقرأ كثير جداً، فأقرأ مقالات كثيرة على الإنترنت، وبتابع الأخبار بشكل يومي، لأنه أنا عندي بيجة على الفيسبوك، اسمها محطات رياضية، أنا اللي مسكاها، محطات رياضية؟ فيها مئة وستين ألف متابع، ما شاء الله، يبقوا مئة وستين، وبقى يبقى جمهوري الآله، إن شاء الله معك النهاردة، إن شاء الله، فطبيعة شغلي فيها، بيخليني أتابع بشكل يومي الأخبار، وأنا بحب قوي القصص التاريخية، والحديد دي، أحب أعرف، يعني بوستي، خلينا ندعي الزاوية شوية، كتاب حبيبتي كرة القدم، أنا قررت أنه أنا هعمل كتاب اسمه حبيبتي كرة القدم، أو كتاب جديد، أعدتي تلمي المعلومات دي، كيف؟ الغيبوبة وكذا، والناس، وقصص الحياة، للناس الكتير قوي، اللي اتغيرت من الكورة؟ هو، يعني دائماً أنا لما بتعجبني القصة، أراها بحتفظ بيها على الكمبيوتر، فلما بتجيلي فكرة الكتاب نفسه، بقى حتكلم عن كذا، بتبدأ القصص دي تكتف المغيئة، وأدور عليها عندي على الكمبيوتر، وبعدين أبحث بقى بشكل أوسع عن كل قصة عن لوحدها، أوكي، طيب، إحنا دلوقتي في عشرين وتعالى عشرين، لسه في العقلية بتاعت إن المرأة ملهاش في استقافة الرياضية، ولا في النقد الرياضي، ولا في الكتابة الرياضية، أكيد وجلتي نقد من النقدة، تعملتي معها إزاي؟ في الأول كنت كنت بتضايق من فكرة، لأنت مكانك المطبخ، وإيه اللي دخلك في موضوع الكورة، كمية تقلق؟ أه، كتير، وعلى البيت جي كمان، أنت مكانك المطبخ؟ المطبخ، أه، مش عارفة، خلو، مكاني المطبخ، ومكاني هنا عادي، ومكاني هنا عادي، عادي، لسه بتوجدي النقدة ده، ولا الفكرة تغير؟ لا، لسه، بردو، بس أنا بقي تطمش، لا برافو، أنت شغلك هولي بيتكلم عنك، بالزبط، مش محتاجة أن أنت فعلا تلتفسي الكلام ده خالص، بس ما أنت هلوية، بنسبة 300 ألف في المائل، هل شايفة أنه الصحفي الرياضي، أو الكاتب عمتا، انتماءاته لا تغير شيء في كتباته، يعني خلينا أقولك بمعنى أوضح، هل أنت شايفة أن الكاتب يقدر يكون محايد لو لي أنت مات؟ طبعا، هو المفروض يعني يفصل شغله عن التشجيع، يعني أنا عادي ممكن أكتب مقالات عن نادي الزمالك أو الإسماعيلي أو كده، وأكتب أخبار عنهم، مفيش مشكلة، بس هل هتكتبي كتاب عن نادي الإسماعيلي، نادي الزمالك، أي نادي من الأندام ونفس النادي الآني؟ لا، بسراحة لا، مش هتعرفت بأي محايد؟ يعني ممكن، في كتاب محطات رياضية، كنت كتبة حاجة عن نادي الزمالك، ولكن كنت كتبة عنه عن النادي الأهلي، عن الموقف الوطنية، اللي في تاريخ الناديين، يعني، فممكن حاجة صغيرة، لكن كتاب كامل صعب، لا تقدر إليس، طيب، ما هي المشاريع اللي باسمة صبحي بتحضر لها الفترة اللي جاي؟ وهل برضو هيكون ليها علاقة بالأهلي، أم لا؟ هو أنا نفسي أعمل كتب كتير قوي عن نادي الأهلي، يعني، ما هي نفسك تعملي؟ تاريخ النادي فيه حاجات كتير قوي، لازم تتحكي، يعني، والكتاب هو أكتر حاجة بتفضل بقية سنين طويلة، وأنا بشكل عام نفسي، يعني، أنشر فكرة الثقافة الرياضية بشكل أكبر في مصر، يعني، الناس تبقى قاعدة مستنية أن كتاب رياضي ينزل، عشان تقرأ وطبس بيه، يعني، كل كتب بكتبها بشكل قصصي، عشان تبقى لطيفة، يعني، حتى لو حد ما يحبش الكرة، ممكن يقرأها، ويمنشد بيها، زي كتاباتك، يعني، في كتاباتك، مثلا، بتتناول المطشاط المباريات، الأهداف، اللعيبة، يعني، يعني، عايزة تقرخي، بأي شكل؟ آه، بالضبط، يعني، هتلاقي قصص عن بطلات النادي التاريخية، وحاجات عن اللعيبة، طبعا، كابتن بيبو، كابتن صالح سليم، كابتن، كابتن، متعب، الكبير، كابتن كتبت عنهم في حكايات أهلوية، يعني، بحاول، ان الموضوع، أكتبه بشكل قصة، عشان يبقى مشوق أكثر. يبقى خفيف عالناس، كنت تقولي شيء مهم، أو كنت تقولي الثقافة الرياضية، شايفة ماذا ينقص الثقافة الرياضية في مصر؟ مش عارفة الحقيقة، بس هو الناس ما بتملش قوي انها يمكن تقرأ كتاب رياضي فمع ان الموضوع ده جميل وممتع زي وزي الروايات أو المجموعات القصاصية أو كده بس مش عالو مين من اللعيبة اللي نفسك تقربي كده وتوسقي مسيرته وحياته؟ كابتن عماد متعب كابتن عماد متعب؟ حلوة قوي يعني اللعيب المفضل من زمان قوي، ويعني في حياته فيها حاجات كتير ممكن يعني شايفة ايه مميز، انت قلت ان انت قريدي كتبت عنه حاجة اوه كتبرا مميز، انا السا ressensية قلتها تقول محمد صلاح او انا كاتب عن كابتن محمد صلاح في كتاب جديد شابات ايه كرة القدر طيب ايه يمميز في كابتن عماد متعب بإن ما خلالك متمثكة強 وعايز تكملي وعيد ككي مفضل يمكن أن أحبه من أيام ما كان في النشئين يعني مكمل معي طبعا هو يعني لا خلاف على كابتن عمد متعب خليني أسألك كمان عن هل فكرت في وقت من الأوقات أنك تعملي كتاب فنيات بقى تعملي مثلا كتاب لي علاقة با تاكتكتس تعملي كتاب لي علاقة بفنيات كرة القدم لو أنا عايزة بقى محلل أو دقرة الكتاب ده يضيف لي معلومات في الكورة لا أعتقد أن أنا مش حلوة قوي في موضوع الفنية ده يعني كمشجعة أوكي فهمة اللي بيحصل في الملعب وفهمة كل حاجة لكن إن أنا أكتب وانصح حد بحاجة لكن أنا حبت أكتب حاجات تاريخية أكتر طيب عايزة أعرف منك دلوقتي أي كاتب بيحب يسمع رأي كتاباته قبل ما ينشرها سواء بقى الرأي ده تمام أو مش تمام مين بتخلي مين يقرأ ويديك نصيحة مين اتدعم لكي تامر أخويا ووالدتي ما شاء الله أنا شايفة الإخوات دعمين الفترة دي صح؟ من كل ما يجلنا الطيف ما شاء الله يقول لنا أخوه يا ريت أخوتي وبيتفرجوا أخويا يدعموا شوية يا ريت أخوك يا هو اللي بيقرام أه بيقرأ الكتاب قبل ما بعثه لدار النشر لو في أي ملحظات بيقولي عليها طيب أعايز أعرف مين أعايز أعرف مينك يا باسما إيه أكتر كتاب عمل نجاح كبير قوي وحسيت أن هو انتشر جامد وقريب لك كمان أنت حكايات أهلوية حكايات أهلوية عمل مبيعات كتير؟ عمل تلات طبعات ما شاء الله وكان في ناس كتير بتكلم عنه والناس حبيته قوي كان أول كتاب لي للأهلي ده كان أول كتاب آه عن الأهلي ساليم عز خاصة في قلمي جدا هند بتسألك ليلي معز خاصة عنك شواء كتاب لي يعني ممكن عشان كنت بحلم من زمان إن أنا أكتب كتابة عن النادي الأهلي وأخيراً حققت الحلم حقا لنازي الأهلي سكر حقا لنازي الأهلي كتاب سكر أنا عايزة بقى نخرج من الكتابة والكتابات أنت حياتك عاملة كيف تعمل إيه في حياتك تانية غير الكتابة شغل حياتك الشخصية متجوزة مخطوبة يعني كل شيء جيد لا أنا لسه أنيسة جدعاً تكوتي بقى 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 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هل تحب التطريز؟ التطريز هو المساريش هل تسمع سيرمل؟ لا تسمع تطريز قلت اقول تفصيلها اطلعت غلط انت اصدق المفرز يبعلي وردة وانت تخطي خرز لا لا تسمع تفصيل حسنا انا احبت سيرل انا احبت مجرم لكن انا احبت نعم نعم انا احبت انا احبت ان شاء الله لأسف خلصت فقرتنا سعداء جدا 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 بوجود بسمة معنا النهاردة بنتمنى يكون عندنا أكتر من بسمة في مجال الكتابة الرياضية فخورين بيكي ومشوارك ويا رب دايما أنت والأهل والرياضة المصرية في نجاح وتقدم. بالوقت خلصت فقرتنا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا السنوات مرجع نلكم مرة تانية وصلنا معاك دلوقتي لفقرة استشارة طبية استشارتنا طبية النهاردة وكال عادة لها علاقة بالأكل والأكل بالنسبة لنا هو المتعة والشيء الأساسي اللي بنظبطه وبنحضر له في كل مناسبة في حياتنا سواء خروجاتنا أو تجمعاتنا العائلية وغيرها كتير بس للأسف أغلبنا ما بيقدرش يتحكم في إحساسه بالجوع وكمية الأكل اللي بيأكلها وده طبعا بيخلي الشخص يزيد في الوزن بشكل سريع وخصوصا في فصل الشتاء وهو أكتر فصل مشهور بالإحساس دايما بالجوع وفي نفس الوقت هو برد ومن كتر ما بنبقى بردانين بنبقى عايزين لاكل لكن عايز أقول لكم أنه هو من أكتر الفصول اللي بيزيد فيها معدل الحرق بشكل كبير جدا طب ازاي نقدر نسيطر على الإحساس بالجوع وكمان نستفيد من زيادة الحرق عشان نحافظ على وزننا اللي عنده زيادة طبعا في الوزن يقدر يتخلص منها بمنتهى السهولة في فصل الشتاء ده اللي هنعرفه مع ضفتي اللي منوراني دكتورة دينا أبو صعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز أهلا بيكي ده الاحتفالا بالأهلي ده طبعا الرابع على العالم حاجة أوليلا ده احتفالا قالتلي لو هي دخلت بحصول الأهلي على المركز الرابع عالميا حاجة عالمية والله تمام عايزين نعرف منك إيه العلاقة اللي بتربط بين إحساس الجوع والشتاء وإزاي فكرة إن الشتاء بنحرق أكتر دي هي مشكلة إحساس الجوع ده الحقيقة هو بيبقى صيف شتاء يعني 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 والله العظيم أنا مردتش أقول كده إحنا على طول جعاني طب إيه إيه أسباب الجوع يعني إحنا أنا عندي كاسة سبب بيقضي إلي الجوع أول حاجة الاعتماد الأكبر في الأكل على النشويات ناس بتعتمد اعتماد شبه كل عن النشويات ده بيدينا إحساس بجوع رهيب لأن النشويات أنا عندي نشويات معقدة ونشويات بسيطة طبعا المعقدة يعني صحية أكتر من النشويات البسيطة النشويات تعليلي مستوى السكر في الدم وتديني طاقة لفترة معينة وبعد كانت تروح منزلالي السكر مرة واحدة فأحس بجوع وأبقى عايز أكل دي حاجة تاني حاجة لما قلت لي أميرة موضوع الشتاء إحنا في الشتاء بننسى نشرب مياه والجسم بيحصل له جفاف أحيانا كتيرا إحساس الجوع بيبقى مرتبط أن أنا عطشانة بس الجسم بيترجمها أن أنا جعانة سوري المخ اللي بيترجمها أن أنا جعانة ممكن ناس كتير تبقى عطشانة والمخ يجي ترجم أن أنا جعانة في ناس كتير لما بتبقى جعانة وتشرب مياه تقول لك أنا شبعت يعني أصلا في جفاف ومحتاجة مياه ده تاني سبب ممكن أقول ثالث سبب التوتر وقلة النوم قلة النوم والتوتر هيعليلي مستوى الكورتزول في الدم هورمون الكورتزول هو اللي بيعليلي جدا شرحتي في الأكل فباكل يمكن هي دي أهم الأسباب اللي على طول بحس أن أنا جعانة مهمة قوي في موضوع الأكل ما أعتمدش على الكربوهايدريت على فكرة يا جماعة مهمة جدا يعني أنا بسمع ناس تقول لك أنا أمنع كرب كارس كارسة لوكود الأول لطاقة في الجسم هو الكربوهايدريت هو البنزين بتاع هو لطاقه ما تطلع من الضهون والبروتين لكن الوقود الأول في الجسم هو كاربوهايدريت لك sty advocate هذه الفكرة مفيش حاجة سمها وأنا آكل اعتمد على حاجة معينة يعني ضيوان مفعش على مهمة الإعجابة for ضيوان بس �اب ناس مفعش على ضيوان هو لذيذ طبعاً بذلك. دي احنا عندنا في الطب من سميه الفات دايت اللي هو الموضة او الدايت البدعة ونجيب سليبريتيز ونقول ان السليبريتي خاصت عليه. هي القصة ان هم بيخصوا. بيخصوا كتير. بس الدايت بعض من انواع الدايت بتخصصك كيلوهات كتير قوي بغض النظر انت حالتك الصحيائي. بغض النظر. انت تعبانة. لا قدر الله حمودة الدم عالية كارثة. مش القصة ان انا اخس. وتبقى حالت صحية زي الزفت. القصة ان انا اخس بصحة. بصحة ومش لازم اعتارجت ان انا اخس عشرين كيلو في الشهر. حلو جداً لو خسنا خمسة كيلو في الشهر. حلوة قوي. حد طايل. حلوة. خمسة كيلو الشهر دا. خمسة كيلو. اه بكلم بجد. فلازم الناس برضو يبقى عندها الوعي. طيب يا دكتور دلوقتي في ناس احساس الشابع عندها مرتبط بالكاربوهايدرات. يعني انا واحدة من الناس دي. لازم في الفطار يبقى فيه عيش كتير. لازم في الغداء. عيش بلدي برده كده. ايه. في الغداء يبقى فيه مكرونة. تكلي 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 يا هند عيش. بس مش لازم اخلص رغفين على الفطار. رغف عرغف. مع بروتين البيض المسلوق. مع الياف. مهم اولا لو انا اكلت كاربوهايدرات احط صلاطة معي. عشان دايح رق دا. اوكي. مصطلة تتحسسك. لان كلها الياف. فالالياف اصلا بتحسس بالشبع وبتواضي شبعان الفترة طويل. ما بقولش ان احنا نوقف عيش. لا. كاربوهايدرات مهمة. بس ان قنن. هي قصة بقى يا جماعة في قصة ان انا اقنن شهيتي. مش هسدها. يعني انا ضد ان انا اقول ان اقفل شهية البني ادم. لان الشهية دي نعمة. لكن المهم ان انا اعرف ازاي اقننها بعوامل مساعدة. حلو. نجينا بقى للعوامل المساعدة ونخش في الجد. عوامل المساعدة ونبي تخليني احس بالشبع شوية اقدر اكل. تساعدني في الحرق. كل حاجات دي لما ما بتحصلش بيحصل احباط في الموضوع الخصصي. طبعا. الحقيقة شركة بايو ناتشرال مقدمة كورس كويس جدا. انا بسميه يعني كورس قوي وعمل زفرة في عالم التخصيص. كورس اسمه بايو بيستا. بايو بيستا من احسن الكورسات اللي تقدر تحجم لي قصة الشهية بتاعتي. هو الكورس ده بيعمل على كذا حاجة. اقل السن يعني مش امنحها. اقل للشهية امنع امتصاص الدهون اعلي معدل الحرق. واعد فترة انا مش حاسة انا جعانة. ده اساسيات الدايت. مهم قوي ان مع كورس بيستا طبعا. لو هتكلم على بيستا. بيستا هو المسؤول على المساعدة على انقاص الوزن. لانه عبارة عن الياف. عشان كده بقول الالياف مهمة جدا. الالياف اللي داخل بيستا من الشفان من القمح من كشور السليم. بيستا عبارة عن كياس بطعم الطفاح. الكيس بدوبه كويس قوي على كباية مية كبيرة. مش بقين كباية حلوة. قبل الوجبات الرئاسية بتاعتي بنص ساعة. الالياف دي بتعمل ايه؟ بتاخد حيس في المعدة. فبدل ما انا باكل حلة روز لا. هاكل خمس ست سبعة معلق روز. لان الكربوهايدريت المفروض تبع أربعين في المية من أكل. وااكل بروتين وااكل. بس البدل ما يبقى كان الطبق قد كده. لا. بقى الطبق أقل بكتير. وهقعد الالياف دي بتقعد فترة في الهضم. فهقعد فترة. انا مش حاسة ان انا جعانة. بلاس ان داخل بيستا كمان ممكن اقول داخل الكروميوم. الكروميوم بيزبط لي مستوى السكر في الدم. بيزبط لي مستوى الكوليسترول ودخلوا فيتامين سي اللي بيعمل فات اوكسيديشن وبيساعد على حرق الدهول. ده من منتج بيستا فقط. حلوة قوي. انا عندي الكورس كذا حاجة. حلوة قوي. ناس كتير بتخس ووزنها بيقل بس تحسي انه تبصي على وشه اللي عارفة جملة بتاعت وشك خاسة اللي هي مفرهة. مفرهة. قبلين كمان. ده يعمل ايه؟ مهمة قوي للناس اللي عايزة تخس والناس اللي مش عايزة تخس تمشي على فيتامينز. في ناس بتخطي لك ايه الفيتامينات طب هل ليها توكسيستي هل ليها سمية في الخلايا. الفيتامينز مهمة جدا لصحة الانسان. وللحياة الانسان. لكن الفكرة انا بستخدم هذه الفيتامينات ازاي. انا عندي فيتامينز ووتر سوليبل وعندي فات سوليبل. الفات سوليبل اللي هي بتضوب في الدهون. عشان كده بقول لما بلاقي ناس كتير عاملة تقولك انا موقفة دهنة خالص. موقفة الفاتس. اوما الفيتامينات اللي قابلة للذوبان في الدهون. هتضوب ازاي. لو هتكلم عن الفاتس. الدهون الصحية مهمة جدا تبقى موجودة في الأكل. الدهون اللي متد ener، وهي دهون المتحولة. ال personaje لي أقللها كويسة أول. الدهون المتحولة أو المهدر نفس الدهون. لكن الدهون الصحية مهمة كمان عشان يتصاص الفيتامينات اللي قابلة ari في الدهبان في الدهبان. من أهم الفيتامينات اللي موجودة هو ألبات مولتي فيت ألبات مولتي فيت باخد منه أرث واحد في اليوم. هو ذا مثل تعاملك مع الفيتامينات ، الatanhood فمالهاش في الدم أو الخلاياة. وال ReichWE لا تخوفني حتى أن أحمل على كلها. داخل ألب مالتي فيتامين بي 12. اللي هو فيتامين به العيلة كلها. فيتامين بي مهم لدعم التمثيل الغذائي. ودعم سرعة الأيد. ودعم الحرق. فيتامين بي مهم لصحة الأعصاب. مهم لترتيب البشرة. ومهم لدعم كرات الدم الحمراء. الكوبالامين هو اللي بينتج لكرات الدم الحمراء. يعني أحياناً الناس اللي عندها أنيميا بتمشي على حديد بس. مش عارفة أنا عندها نقص في الكوبالامين. فده مهم الكوبالامين، الفوليك أسد، الريبوفلافين. كله موجود داخل ألب مالتي فيت. مع الكالسيوم كمان داخل ألب مالتي فيت. وفايتامين إي الأقوى مضاد أكسادة داخل ألب مالتي فيت. دكتور إحنا لسه هنكمل كلامنا. بس معنا فيديو لإحدى الحالات اللي صادمتك كورس. هنشوفه ونركع لحضراتك تلك. أحكي لنا قصتك مع بستة، وإزاي ساعدك تخسي. أنا اسمي آية عاطف رجب. عمري 26 سنة. كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معي جداً في الحركة. كنت مش بقدر أمشي. رجلي كان الوزن تقيل عليها. ما كنتش بعرف أخذ نفسي كويس. اللبس كان صعب جداً. ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص. كنت حاسة أنها بلبس لبس ومو معي. الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بستة قبل الأكل بنص ساعة. ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرة بالكباية. لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص. بالعكس وهو طعم التفاح. فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي أي حرمان من الأكل. كنت باكل عادي كل حاجة. بس هو أصلاً كان بيسد الشهية. كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل. مبسوطة جداً. الحركة بتاعتي بقيت خفيفة. بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي. بقيت ألبس اللبس اللي أنا أريد. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير. وبشكل صحي إنه هو هيستخدم بستة. موسيقى يعني دكتور نتيجة طبعاً نهايلة. طبعاً. أي واحدة فينا لما بتخس كيلو أو أتنين. نفسيتها. نفسيتها بتتحسس إنسيقاتها بنفسها تتشجع أكتر نتكامل. لكن هي البنت تخسس كتير جداً. وبقت بني آدمة تانية. يعني يمكن قبل ما تخس تحس إنها ممتها. ومش هي. الزيادة في الوزن بتدي على طول سنة أكبر. وعندنا عملة كتير. يعني إحنا عندنا عملة كمان رجال كتير. مش بس ستات. يعني عندنا رجال كتير مشت على الكورس واتبسطت. والفيدباك رائع بتاع كورس بيستة الحقيقة. طيب. دكتور أكتر مشكلة بتقابل أي حد عشان يخس طبعاً مشكلة الحركة. هل تم إيجاد حل؟ طبعاً. شركة بيو ناتشرل بتقدم حتى مع الكورس الجرين كافي. الجرين كافي ودخله جرين تي ودخله الجارسينيا. كلها بتعلي لي معدل الحر. هاخد من الجرين كافي هو قرس واحد بس في اليوم. يا إما بعد الفطار يا إما بعد الغداء. لا أحبزه بالليل عشان نسبة الكافيين عشان ما يسهرناش. فأوردي مع الكورس عندي الجرين كافي. وكمان مع الكورس بنقدم فيتامين دي أو فيتامين دال. أنا بسمي فيتامين دال يا جماعة مايسترو جسمي. وللأسف مشو أخد حقه. فيتامين دال مهم جداً جداً كمان لحرق الدون. بتلاقي مثلاً بنات أو سيدات مليانين ومش عارفين يخصوا في الوزن. يعني الأكل عادي. وبرضو مش عارفين يخصوا في الوزن. يجوا يحللوا فيتامين دال يلاقوه خمسة وستة وسبعة وحاجات كده. فأوردي كمان الشركة مقدمها فيتامين دال هدية. والجرعة ألفين واحدة. مش الجرعة. يعني إحنا عندنا جرعات تانيخ عشر تلاف وعشرين دول. الجرعات الكبيرة قوي. دي لازم تبقى تحت الاستشار الطبيب. الجرعات الكبيرة. لأن فيتامين دال من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهن. فما ينفعش إن أنا بتلاقي ساعات ستات وبنات. تيجي تحلل فيتامين دال تلاقيه خمسة وستة. فمن نفسها تروح واخدى الحقن بتاعت فيتامين دال. الخمسة وعشرين ألف واحدة والمئة ألف واحدة. وتقعد عليها شهور. ده مش صح. الوحدات من فيتامين دال الكبيرة. الدكتور دي بتبسمها وحدات علاجية. الدكتور بيديها بيمشيها على الحقن اللي المفروض تأخذها. شهر شهرين. وبعدين تمشي على الجرعة الوقائية اللي زي موجودة في الهداية اللي هي الألفين واحدة في اليوم. حلو. التواصل معك يا دكتور. إزاي الناس اللي عايزة الكورس؟ شركة بايو ناتشرل مقدمة فريق تببي أو موجود بداخل الشركة فريق تببي. بيقدروا يتابعوا الحالة from day one. إزاي نقدر نحصل على الكورس. طبعا الكورس سعره كويس قوي. ومناسب لكل فئات المجتمع. عندنا أرقام ظهرة على الشاشة. أي حد بتفرج علينا عايز يسأل على الكورس. عايز يستفصل عن أي منتج. عايز يطلب الأوردر. بنوصل لحد أي حتة في مصر. يعني قريدي عندنا مندوبين في كل محافظة مصر. وكل أسبوع في متابعة. فطريقة الحصول من الأرقام اللي ظهر على الشاشة. أو من الصفحة اللي موجودة على الشاشة حاليا. اللي هي صفحة بيستا أو باي بيستا. صفحة شركة بياناتشرل على الفيسبوك. دكتور مكا حضر. قلت حاجة مهمة. المتابعة. أنتوا بتتابعوا كل حالة على حدة. طبعا. مهمة قوي المتابعة. لأن كل واحد غير التاني. يعني ما ينفعش ندي كورس لحد. ويبقى نفس الكورس لحد تاني. لحد تاني. ممكن لازم نعرف التاريخ بتاعه. لازم نحسب الكتلة الجسم. لازم نعرف هو هي أو هو أوفورويت قد إيه. لازم نعرف طبيعة الشغل إيه. هل الشغل احنا على طول قاعدين على مكتب. أو المهندس معماري بيروح ويجي ويعمل. بيخلص الشغل ويروح يلعب الرياضة. يعني الناس دي كلها لازم نعرف طبيعة الحرق بتاعهم. وطبيعة حياتهم حتى الاجتماعية عملة زي. عشان نعرف ندي الكورس المناسب. كل واحد غير التاني. فدي حاجة مهمة. أن كل واحد بياخد كورس غير التاني. الأسئلة المتعرفة عليها دايما لأي كورس تخصيص. هل الكورس سعر كويس في متناول الجميع ولا لا. وهل يتناسب مع كل المراحل العمرية ولا لا. السعر مناسب جدا. الكورس عندنا من بيستا من قلب مالتي فيت. القهوة الخضرة وفيتامين دال هو اللي بيطلع هداية مع الكورس. السعر كويس قوي قوي قوي. الكورس بكفي شهر. مناسب لجميع الأعمار يبتدأ من 13 سنة. بطمن الأصحاب الأمراض المزمنة من سكر من قلب من ضغط. مناسب لهم جدا. مفيش أي أثار سلبية عليهم. حلوة. وإحنا عندنا شوية أسئلة من السوشيال ميديا. خلايا نبتدي كده دينا مغربي. عندي 29 سنة طولي 168 سنتي. ووزني 97 كيلو. وكنت تعبانة لما كشفت الدكتور. قال لي أنه عندي تكييسات على المبايد بسبب السمنة. ولازم أخس. فهل الكورس ده مناسب ليه؟ ده هو هيبقى مناسب ليها جدا. للأسف بنات كتير بتسيب نفسها للتقنة. وتيجي تتجوز وسنة واثنين ما بتعرفش تخلف. أو الخلفة بتتأخر عندهم شوية. فلا بتروح تكشف عند الدكتوري. ولا عندك تكييس. التكييسات المبايد. علاجها اللازم تخس. لازم تخس. وتقدر تستخدم الكورس. الكورس آمن جدا جدا جدا. مفيش مشكلة. تستخدم الكورس. لأن كمان الكورس دخله الفوليك أسد. الفوليك أسد أي ستة عايزة تحمل. مهم ليها جدا الفوليك أسد. هو اللي بيحمي الجنين. هو اللي بيكون الخلايا العصبية للجنين. وهو اللي بيضنع تشوه الأجاني. لكن أكيد وقت الحمل هي مش تخس. يعني هي مش تستخدم بيستا وقت الحمل. بعد ما بتوقع. لك تستخدم القلب مولتي فيت. الفيتامين هيبقى مهم ليها جدا. وقت الحمل. لكن مش هتخس وقت الحمل. بعد الحمل. بعد الولادة. للأسف بنتخم يعني. مفيش مشكلة بقى. وقت الرضاعة هو آمن جدا. حلوة قوي. معنا برضو رامي ممدوح. أنا كنت باخد منتجات عشان أصبط جسمي. حاجات بتاعة الجيم. وكنت بنزل الجيم. وبعد كده ما بقيتش أنزل الجيم. ولا باخد أي حاجة. ففجأة بقى عنده كرش. رغم أن أكله زي ما هو. ايه الحال؟ مشكلة للناس الكثير اللي بتلعب الجيم جامد. أو بلعبوا رياضة. ويجوا يبطلوا. أو بقى يبطلوا. ويبطلوا. ويعتزلوا أو حاجة. الدنيا ببوسخة والموس. يقدر يجرب معانا كورس بيست. هي برائع معها جدا. ويمكن كل الناس أو أكتر حتة الناس بالداية هي الكرش. هي تسمى بالدهون العنيدة. الدهون العنيدة محتاجة صبر. لأنها يعني ممكن الجسم كل يخص. وبيغل دهون العنيدة اللي في مطقة البطن دي بتاخد فترة أكثر. ومحتاج حاجة تسرع حرق الدهون. فقردي الكورس هيبقى مناسب ليه جدا. هيقدر يكلمنا عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة. والفريق الطبي هيتابع معاه كل أسبوع. هو خاصة قد إيه. وكل الدنيا هتبقى معاه تمام. ومن أول شهر هيلاقي نتيجة كويسة. حتى لو مرجاش التمرين. هو موضوع التمرين. أنا بقول اللايف ستايل مهم. اللايف ستايل يا هند مهم جدا. ممكن مثلا حد يقولي التمرين مهم أو كده مهم. لكن ما قدرش يجي مثلا لسيدة فوق المية وثلاثين كيلو. ألا هنزل تمرني. مستحيل. نزل العابة عجلة. أنا بقضي على ركبتها. لازم تخس الأول. وبعدين تنزل. لكن هل الرياضة مهمة؟ الرياضة مهمة مش بس للخسائة. الرياضة مهمة لزابط هرمونات جسمين. رياضة مهمة لزابط كوليسترولنا. تزابط كوليسترول للحميد وتقليلي كوليسترول للدار. الرياضة مهمة لزابط سكرنا. الرياضة مهمة لتقوية عضلاتنا. فالرياضة دي أنا بأتكلم إنها اللايف ستايل. للنفسية والسعادة؟ الصحة النفسية. طبعا بتعليلي الاندورفرنز والدوبامين وهرمونات السعادة طبعا. ولا أنا بتخنق في الجميل يا جماعة؟ أنت مروني بعون في غليباً يا. طيب عندنا بقتول ملك بتقول أنا كان وزني 68 كيلو قبل الجواز. وبعد الجواز والخلفة بقى وزني 114 كيلو. وكل متابع مع دكتور وانزل في الوزن أرجع أزيد تاني أعمل. ما هي ذي يمكنكم أن أقولها لي؟ ناس كتير بيسيبوا نفسهم بعد الجواز والعاشة بقى بالليل مع التلفزيون. وبعد الخلفة ومريحة. مشكلة الستات كتيرة جدا. بطمينها إنها تجرب معنا كورسي بيست هيبقى أمن لها. ومهم برجع أقول اللايف ستايل يتغير. اللايف ستايل لو ما تغيرش مش أخص. يعني ما ينفعش إن أنا أجي بالليل وواكل أكل مليان دسم. طيب أنا أعمل إيه عشان أنا بتبشرها بتاعتي عليها بالليل؟ بأخذ على طول العوامل المساعدة اللي تكلمت عنها بيستا. بأخذه قبل ما أفكر إن أنا أكل واجبات. يعني بيستا ده لما هتكلمني عليه بحس إن قريب شوية للحاجات اللي بيعملوها. بس مش بس آمن اللي هو البلونة والحاجات اللي بتشبع. ناس كتير بتخاف من إنها تخش في القصص دي. وهو دي طبيعي بقى. هو بيشبع. وألياف طبيعية. وهي فعلا نفس فكرة البلونة إنها بتاخد حيز في المعدة. وبعد فترة بيبقى الحياة يعني لايف ستايل يعني إيه لايف ستايل. فيه إكوشن أو حاجة في الطب. بتسمى بواحد وعشرين على تسعين. إيه بقى واحد وعشرين. إيه قصة الإكوشن دي. إن العلماء قالوا. علماء الطب يعني أول هم التغذية. بيقولك لو أنا. هاو تو كريات أهابت أو إن أنا زي أقدر أصنع عادة. إن أنا أحاول أمش عليها واحد وعشرين يوم. واحد وعشرين يوم. حد مثلا بينسى يخسل سنان ومسلا بالليل. وده مش حالو. لأنا بقول صحة السنان من صحة القلب. فيحاول يخليها عادة. عدى الواحد وعشرين يوم. وعمل العادة دي. لو كملها تسعين يوم. إنس إن هو يبطل يخسل سنان وجلين. مضبور. مدام عدى تسعين يوم. يبقى بقى لايف ستايل. هذه نفس الحزبة بتاعت تبطيل التدخين. هي على فكرة برضو بتبطيل التدخين. أي هابت. هاو تو كريات هابت. عايز يبطل تدخين. بس مهم إن هو كل يوم يعمل حاجات إيجابية. بس لو عدى في الواحد وعشرين يوم. يوم رح قالك هشرب سجارة. هيعيد الواحد وعشرين يوم تاني. صح. إحنا لأسف خلص وقت حلقتنا. عايزين بس سرعة كده التواصل. التواصل على شركة بايو ناتشرلز. عن طريق الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة. أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك باي بيسلا. مشكورة جدا يا دكتور. حبيبتي. خلصت حلقتنا نوارتنا الدكتور دايما. وإن شاء الله تكونوا دايما بتستفيدوا من الحاجات اللي بنقدمها. وتبقوا دايما متابعيننا. استنونا بكرة في حلقة جديدة إن شاء الله. باي. اشتركوا في القناة